عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً مع المدير التنفيذي لمجموعة سيتي جروب العالمية جين فريزر وخلال الاجتماع أوضح مدبول اهتمام مصر بدعم التعاون مع المجموعة العالمية على ضوء الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها مصر واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم على رغم من التوترات والأزمات الإقليمية الجارية حالياً منوهاً إلى أن الوضع الحالي يشير إلى استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرية وأوضح مدبول جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستمار ودعم جزبي الاستمار الأجنبي المباشر مشيراً إلى أن البرنامج الحكومية يتضمن مؤشرات محددة في مجال الإصلاح الاقتصادية